اهلا بيكا عزيزيات طلبات تعليم الفني في حلقة جديدة من حلقات التعليم الفني والنهاردة يكون معنا مادة مهمة جدا لطلبة التعليم الصناعي وهي مادة الحاسب الآلي مادة الحاسب الآلي في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن برنامج اتوكاد خدنا مجموعة من الوامر المهمة من ضمنها اوامر التعديل و اوامر الرسم واتكلمنا عن جزء مهم جدا وهو كان تحضير منطقة العمل ووصلنا لجزئية مهمة جدا احنا هنبدأ بقى نشوف الشغل احنا عملنا ده ازاي نتعامل به مع الطبعة ازاي هنطبع شغلنا ده وهل البرنامج فيه كتابة ولا هو رسمه بس ده طبعا هنشوفه ان شاء الله النهاردة فيه اول جزء من حلقتنا احنا نتكلم فيه عن الطبعة ونكمل لغاية لما نوصل ان شاء الله لعمل تمرين كامل ان شاء الله عشان نبدأ نشتغل عليه طبعا انا عارفين احنا بنبدأ بالاوتوكاد الـ 2D وبعد كده بنتنقل للاوتوكاد الـ 3D لكن هنا فيه حتة مهمة جدا لازم افهم الفرق ما بين النوعين عشان خاطر تقدر ان انت تشتغل عليها بالشكل المطلوب وإلا الرسم بتاعك مش هيطلع بالتخيل اللي انت تخيلته ممكن يطلع فيه بعض المشاكل فعشان تعالج المشاكل دي هتبقى معاك وهتاخد وقت في التصميم وتاخد مجبود كبير جدا وهت يعني هتتعبك بمعنى اصح ازا ما كنتش مراعي الجزئية دي فتعالوا نشوف ازاي بتتم الطباعة على البرنامج بتاعي وازاي بنفز اوامر الطباعة الجزئية اللي معنا هنا بالنسبة ليه الطباعة انا هنا بقول عندي مساحة رسم مساحة الرسم دي انا حددتها من شوية في ايه في منطقة العمل اللي انا اتكلمت فيها انا قلت انا عندي مساحة مية متر في مية متر فبالتالي انا عايز اطبع المساحة دي بس بمكياس الرسم المطلوب مكياس الرسم اللي عندي مسلا قلت من واحد لعشرة او من واحد لمية خلاص انا عارف ان الواحدة بتاعتي كده او مكياس الرسم بتاعي في التظهير والتجبير هيكون بالمقاس ده طيب تعالى بقى لما يجي اطبعه لما يجي اطبعه باطبعه بالمقياس اللي انا حددته يعني مثلا انا مش هطبع على ورقة عادي مش هطبع على ورقة ايه فور هو سهل يطبع عليها بس انت انا في الحلقة دي انت بتشتغل على لوحة الرسم مقياس روحة الرسم العادي او المتداول هو متر في سبعين فبالتالي متر في سبعين دي موضوع تاني خالص محتاج لماكن الطباعة مختلفة تماما عن مكنة الطباعة اللي انت بتشوفها في البيت او في الشغل بتاعك فبالتالي محتاج بقى تشوف حاجة تانية اسمها بلوتر بلوتر ده بيطبع اه بين اي عرض ورق او اي حجم ورق للبرنامج ده فبالتالي بتحول شغلك عليه وبتكون الطباعة من عليه تعالوا نشوف كده الطباعة على النوع ده بتتم ازاي هنا طبعا عندي اول حاجة باختار قائمة فايل واروح على بتظهر لي هنا خصائص الطباعة وخصائص الطباعة هنا مهمة بقى هنا انا عندي مجموعة من الطباعات متوصلة على البرنامج مش اي طبعة هطبع عليها كل طبعة ليها خصائص معينة يعني مثلا اه هنا طبعا مش موجودة طبعا نان ملهاش اي تعريفات هنا عندي الطبعة الخاصة بال اه الوان نوت اللي هو الخاص ب الاوفيس بتاعي بعد كده السمارت اه الطبعة زكية موجودة برضو من ضمن القايمة الطبعات اللي عندي بعد كده الطبعة الخاصة ب ميكروسوفت اكس بي اس دي برضو تطبع بطريقة معينة او بشكل معين كل دي طباعة داخل الجهاز مش خارج الجهاز بعد كده بتطلع بقى لطبعات الليزر واذا كان في فاكس او اذا كان في اه النظام اه برينتر اه متوصلة على الجهاز او هي بتاع الويندوز بتاعي ايا كان مش شرط اختار هنا طبعة ممكن اختار الطبعة ايا كان نوع الطبعة لانا هاختارها بخلي بالي من نوع الورق اللي متحمل على درجة طبعة دي هو انا هشتغل اي طبعة ممكن في القائمة دي بقى مش هلقى طبعة ليزر عادية هلقى بلوتر بلوتر طب انت عارف عرض البلوتر قديه لازم له طبعا هم مش عرض واحد له عروض مختلفة فبالتالي الرسمة بتاعتك لما تيجي تنفزها او تطبعها على البلوتر ده لازم تكون محمل حجم الورق المطلوب وفي نفس الوقت مجهز منطقة العمل بالمقاس المطلوب فبالتالي ما جا اشتغل هيعمل لي او هيطبع لي الشغل بالشكل اللي انا عايزه هنا اخترت الطبعة العادية اللي هي الورقة بتاعتها ايه فور طبعا هي اوتوماتيك هنا موجود في العينة بتاعتي ايه فور هنا بقى بيجي عند اه الجزء الخاص بالورق ويفرد قيمة تعالى برضو على الورق هنا انا عندي مجموعة من الاوراق موجودة عندي كل الاوراق دي احنا خدناها فيه واحنا بنتشتغل اوتوكات ونفتحها اول مرة وعرفنا عندي مجموعة مختلفة من الاوراق اللي تقدر تركب على مكينات الطبعة طبعا هنا بداية من الورقة الصغيرة خالص اللي هي ربع الاي فور او نص الاي فور اه وهكذا لغاية الاي فور وبقدر اكبر بالمقاسيات وفي طبعا فيه الاي سكس واي فايف وهكذا ده الجزء الخاص بترقيم الورق بالنظام الخاص بالطبعة بعد كي فيه عندي مجموعة من الورق متقسم بمقاسات معينة ده طبعا النوعية تانية وهكذا لغاية لما اوصل للنوع اللي انا عايز انا بالنسبة للطبعة اللي معايا شغل عليها اي فور فبالتالي انا اكتف على اي فور ما باخترش غير اي فور هو الديفلت بتاعي باجي هنا طبعا بيسألني عن ايه الجزء الخاص بالا الديسبلاي او العرض انت عايز تعرض ايه انت هتشتغل ايه هنا انت هتطبع ويندوز ولا هتطبع المعروض بالكامل المعروض بالكامل هو ديسبلاي فبخليها هنا بيديني بريفيو لطبعة كأن ده الورقة بعد طبعتها فبالتالي انت لما هتيجي تطبع هتشوف الورقة بالشكل ده ادي حدود الرسم المربع اللي انت عامل ودي الديمينشن بتاعك اللي انت حطيته ودي الشكل اللي انت عملته اللي هو فيه الخطوط داخل الرسم فبالتالي ساعة الطبعة الورقة تطلع لك بالشكل ده هنا هو اديك هيئة الطبعة من قبل ما تشوف شكل الطبعة ايه فبالتالي انا كده فاهم ان لو جيت طبعة على الورقة الشغل بتاعي يطلع بالشكل ده المساحات الفاضية دي ممكن ما كانتش تكون فاضية عندي في منطقة الرسم بتاعتي ظهرت في الورقة البيضة لان الاوراق البيضة بتبقى ليها هوامش فبالتالي هو هنا وهو بيطبع لي عمل حساب الهوامش وحط الرسمة بتاعتي في نص الورقة طب لو الرسمة بتاعتي اكبر من حجم الورقة هو هنا اصلا مش هيتعامل غير مع الرسمة المحددة انت حددتها فممكن تجيلك زي مثلا البرامج التانية ممكن تجيلك على ورقة او ورقتين صعبة شوية هنا في البرنامج انها تجيلك لان انت بتقول له هاتل المعروض ايا كان حجمه فبالتالي بيجمعه لك في الورقة اللي احنا شايفينها بالشكل ده طيب وهنا وبعد ما حضر خلاص بقفل انا هنا معاينة الطباعة وبرجع للملف الاصلي وبرجع للويندوز اللي كانت مفتوحة الخاصة بالطباعة بختار ويندوز هنا لو اختارت ويندوز انا هنا طبعا محتاج ان اكون معايا ويندوز في الويندوز هحدد منطقة الرسم اللي انا عايز اتطبع بس هنا صغيرة هنا شوية واقول انا عايز الحتة دي بس اللي تتطبع بس المساحة دي كلها ايه فاضية هاجي هنا على المنطقة دي كده احددها وقولوا انا عايز الويندوز دي بس انا اختارت الويندوز بتاع بعد ما حددتها هروح نعمل برفيو عشان نشوف كان وضعها ايه لما تصغرت وظهرت بالشكل ده طبعا فيش اي رسومات حواليها فبالتالي حتى لو كان في رسمة كانت مش هتظهر لان انا قلت له التحديد انا بقى هنا حددت المساحة دي كلها بالمنطقة الفاضية كمان اللي حواليها هاجي هنا اعمل برفيو اه شوفت هنا عمل لي ايه خد المساحة اللي انا حددتها حوالي الرسمة الاساسية بتاعتي وده طبعا سمحلي بايه سمحلي بان انا اخد بعض الرسومات اللي موجودة في الويندوز وكانت مخفية من شوية معايا وانا بطبع في الجزء الاولاني هضمها عندي في الرسمة دي يبقى انا ممكن اطبع كمان طباعة جزئية اطبعها على اجزاء او اطبعها مجمعة يبقى هنا برضو بتنفعني في الجزئية دي ان لو انا عندي رسمة فيها تفاصيل كتير ان انا اعمل عملية تقطيع للرسمة بتاعتي عايز النهاردة اطبع مثلا الجزئية الاولانية رقم واحد في الرسم باخدها الاول على شريحة وبعملها عملية الطباعة بعد كده بطلع على جزئية تانية من الرسم وبعملها عملية الطباعة وهكذا لغاية نهاية الجزء بتاعي بس في النهاية اللي بيشتغل معايا محتاج ايه محتاج ياخد الموضوع ده على بعضه عشان يبقى متخيل شكل التصميم وهو راكب كله على بعض فبالتالي بيطلب ايه بيطلب طباعة مجمعة عشان يطلب طباعة مجمعة وهشتغل انا بالطريقة اللي احنا شفناها من شوية اثناء ما اختارنا الجزء الخاص بتاعي اللي هو الرسمة ومعاها كمان مساحة جنبها فبالتالي ده داني فرصة ان ايه اخد العنصر بتاعي ومجموعة العناصر المجورة لي في في الرسم ده طبعا بيسهل عليك كتير جدا في التنفيذ على البرنامج طب تعالوا بقى نكمل مرة تانية مع الطباعة ونشوف هنكمل طباعة ازاي هنا طبعا زي ما احنا شفنا انا هنا اخترت مساحة فاضية هنقفل طبعا الوندوز بتاعتي نختار نوع تاني من الطباعة طبعا طبعا تباعة الديسبلاي معروفة اللي احنا اشتغلنا عليها هنا الديسبلاي هنا عمل حاجة بقى لاحظنا ايه لما كان معايا من شوية المربع وحددت حواليه مساحة صغيرة جابها ليه بالمساحة الصغيرة لكن هنا في الديسبلاي هنا في مشكلة بقى لو رجعنا لها كده مرة تانية هنلاحظ ايه انا هنا كنت عامل المربع ده وعمل حواليه مساحة طيب لما كملت معاه وقفلت انا هنا خلاص هقفل استنى بقى هنا الجزئية دي بتاعت الرسمة اللي موجودة معاي الجزئية دي بقى الديسبلاي بس الديسبلاي على ايه الديسبلاي على مساحة فاضية كبيرة حواليها فبالتالي لما قوله هات للمعروض او اطباع للمعروض قدامك فهيطباع للعنصر بتاعي ده والمساحة الكبيرة الفاضية اللي حواليه فبالتالي لما بنكمل معاه وهو بيختار الديسبلاي بتاعته هيقول لي ايه هيقول لي تعالى دي منطقة الرسمة اللي انا عايز اشتغل عليها ادتلك المربع اللي فيه الرسمة بتاعتك وادتلك كل المعروضة على الشاشة في نفس التوقيت هنا هو مش بيدور على الرسمة المجمعة هو بيدور عن مساحة المعروضة في منطقة العمل ايا كان مساحة فبالتالي ادري يعمل لي الشكل ده وادري يعمل لي المساحة دي ده طبعا جزء من اجزاء الطباعة برضو مهم جدا اثناء عملية التفكير في طباعة العناصر اللي موجودة عندي فيه التصميم فهنا المعروض قدامي كان المربع ده وكل المساحة الفاضية دي فبالتالي لما جي يطبع طبع بنفس الشكل طيب هنا احنا فهمنا وعرفنا الطبعات ازاي نقفل بقى الويندوز دي مرة تانية ونبطلع تاني على امر الطبع في ويندوز الطبع هنا طبعا كل ده انا جاهز نضغط اوكي عشان الطبعة تطبع في النهاية هنا طبعا ممكن اقول لي فت الغي الفت او اعلم على فت فتي ده بيقول لي ايه ان التصميم ده يملأ مساحة الورقة يملأ مساحة الورقة فهنا ما اقول له كده انا جاهز ان انا اشتغل فانا هنا الفت بتاعتي مش هتنفع لان انا واخد ركن في الورقة فبالتالي هضغط ايه وانتر وزد وانتر الرسمة رجعت الوضعها الطبيعي منطقة العمل هي اللي بقت قدامي هاجي هنا بقى واضغط تاني على امر برينتر او برينت او بلوت بريفيو بدخل عليها بتفتح الويندوز بتاعتي عشان نكون جاهز للطبعة هنضغط على الطبعة مرة تانية ظهرت الويندوز هنا بقى باجي بقول له ايه بقول له ان كده جاهز للمنطقة دي اللي عايز ارسمها اللي عايز اضبعها اخترت الطبعة بتاعتي مرة تانية وطلع الورقة اللي فيها ايه فور قلتوله انا عايز اعمل ديسبلاي هعمل بريفيو جابلي الرسمة القدامي وهنا طبعا انا طالب فت يعني فت املالي الورقة كلها بالايه الرسمة بتاعتي طبعا كده انا فهمت يعني ايه طبعة طبعا بما ان ما فيش طبعة عندي على الجهاز فبالتالي انا مش محتاج ان اضغط على امر اوكي لكن انا بتمرن عليه طيب في بعض الاحيان انت بتيجي تنفذ امر الطبعة احنا طبعا كلنا بنيجي نتمرن عليه ما بيكونش فيه اصلا حاجة متوصلة بالجهاز بمعنى بمعنى ان انا كل هيكون معايا جهاز وعليه برنامج ورسمة طيب لما اجي انافذ الكلام ده محتاج ايه محتاج اشوف الشغل بتاعي مطبوع طب انا هطبع على ايه وانا جهازي مش متوصل بطبعة في الجزء الخاص بالويندوز في طبعات وهمية بتحول شغلك لاما الصورة لاما بي دي اف فبالتالي برضو ده ملف من ملفات المقروعة بس موجود على الجهاز تقدر تاخده على فلاشة وتقدر تروح تطبعه في اي مكان تتخيله بها يطلع بنفس النظام ونفس الشكل اللي انت طبعته على ورق البي دي اف لانه هطبع الورقة مش هطبع الرسمة بتنفع الحالة دي في ايه بقى مش في انك انت تتمرن ازاي تطبع على البرنامج بس لا ده بتنفع في ان انت ممكن تاخد رسمة انت عملتها على اوتوكاد ولما خدت فلاشتك وروحت في جهاز تاني جيت تركبها ما لقيتش عليه برنامج اوتوكاد تاني انا النهاردة صممت تصميم على جهازي وجهازي ركب عليه اوتوكاد وروحت المكتب فيه طبعة والمكتب ده لما روحت له عشان اطبع الورقة بتاعتي ما كانتش موجود عنده برنامج اوتوكاد فانا مش هعد وقت اسبته على الجهاز انا عايز اخد الطباعة بتاعتي على ورقة وابدأ اتحرك بسرعة عندي شغل تاني في الحالة دي الاسهل لي اعمل ايه هاخد شغلي على فلاشة على هيئة ملف تنفيذي للأوتوكاد طب ما ما فيش برنامج طب ما انت ممكن تروح تلقى البرنامج يبقى ده اول واحد اول حاجة او اول اختيار معايا ااخد شغلي معمول على هيئة ملف تنفيذي ايه اوتوكاد لو الاوتوكاد موجود هطبع من عليه تاني حاجة هاخده على هيئة صورة لو رحت اطبعه هطبعه بالشكل المطلوب برضو مش بحتاج يكون عندي برنامج اوتوكاد تالت حاجة او تالت خيار ليه هاخده بسيغة بي دي اف بي دي اف افضل في الطباعة من ان انا اخده صورة ليه لو جدت اكبر في الصورة الصورة بتبكسل اما ال بي دي اف ده مطبوع بنفس حجم الورقة بتاعت الطباعة فبالتالي البكسل بتاعته هي هي نفس البكسل اللي لو كانت على ورقة ايه فورة عادية فبالتالي لما اجيه اطبع بالشكل ده ملف ال بي دي اف هيتطبع معايا بدون اي مشاكل بالتالي هيبقى عندي رسمة فيها الخطوط الصريحة اللي نعاوزها بالشكل المطلوب وقليلة البكسل انت طبعا هعارفين البكسل بتبقى خطوط بتعمل زي مربعات كده في اطراف الخط وانت بترسمه فبالتالي انها مش عايزينها تظهر على الرسمة الاساسية لان لو ظهرت بشكل كبير وخصوصا في خطوط السميكة بتتفهم عندي برضو اللي بينفس حاجة تانية فاحنا بقدر الامكان بنحاول يبقى خطوطنا على الورق الصريحة طبعا هم نقول امثلة صعبة تكون موجودة في الطبيعة بس لازم بقي عندنا علم او عندنا تخيل بيها هي ممكن تكون موجودة ولا لا ازا كانت موجودة هعرف اتصرف ازا ما كانتش موجودة فانا نفزت شغلي وخدت احتياطاتي وانا باشتغل على التصميم طبعا هم نكمل الجزء الخاص بينا وبنكمل على امر تاني من العمل بتاعتي وازاي ان انا اتعامل مع ملف جديد وعمل له عملية الضب كل الشغل اللي احنا تعلمناه هنبدأ نشتغله على الجزئية دي هتم ازاي اول جزئية عندي انا هنا عندي منطقة العمل بتاعتي انا هنا بفتح ملف جديد خالص ما عندش اي حاجة فيه هنا طبعا هبدأ ان انا اروح اجهز نفسي عشان اعمل الملف بتاعي هطلع على قائمة فايل وهطلع على page setup اجهز الورقة بتاعتي باشوف المقاسات بتاعتها باطلع على mdify ابدأ اعدل بقى الجزء الخاص بحجم الورقة او نوع الورقة او وحدات الياس اللي هتكون شغالة على الورقة وهكذا هاجي هنا هختار نوع الورقة بتاعي طبعا عشان طبعاتي الموجودة عندي a4 فانا هختار a4 طبعا لو رجعنا خطوة هنا في جزئية دي ادي هنا من mdify واجي هنا على قائمة الورق طبعا في قائمة الورق هنا في مجموعة كبيرة جدا من الاوراق اللي ليها ايه او متعرف عليها البرنامج فبالتالي الورقة اللي انت هتختارها هتبقى طبعتك جهزة تطبعها فبالتالي بخلي بالي من الجزئية دي انا طبعا هنا بختار عايزه A4 وهنا في الA4 قال لي انت مقاساتك 297 ملي في 210 ملي ده الورقة طبعا عرضية ورقة بالعرض مش طولية مش رأسية فبالتالي ده المقاس بتاعها فبيقولك انت عندك افور تانية في افور تانية بالطول اللي هي 110 ملي في 297 ملي اللي اتنين دول عكس بقى تلاقي دايما كل مقاس له مقاسين او له ورقتين ورقة طولية ورقة عرضية ادي في الاسري ورقة طولية ورقة عرضية لو لاحظنا كده ان المقاسات هنا ايه بدأنا هنمسك كده اول نوع المتين وعشرة هنسيب واحد وننزل 297 وصلنا داخلين على 30 سنتي بعد كده نسيب واحدة عندي اربعة اه ربعمية وعشرين طبعا هنا الورقة دي مربع ربعمية وعشرين اللي هي هي بالطول طولها زي الورقة الاسري بالعرض فبالتالي انا كده داخل على فرخ الورقة الكبير هنا ربعمية وعشرين اه ملي بعد كده اه دي مركب اتكلم في اتنين واربعين سنتي بعد كده تسعة وخمسين سنتي واربعة من عشرة بعد كده اربعة وتمانين سنتي الورقة قاعد بيكبر معايا ده الورقة الا زيرو بعد كده نزلت عند الورقة البي اللي هي مية اتنين واتمانين اه ملي اللي هي الداخلين على مية اتنين واتمانين سنتي معلش بعد كده وصلنا بقى الارقام كبيرة لغاية لما وصلت لرقم اللي معايا ده طبعا الرقم بنسباله ضخم الف اه سنتي ده حاجة كبيرة يعني الف ايه ده مش الف كمان ده مية الف ملي فمية الف ملي ترجمها بالسنتي يعني شيل السفرين ده الف اه سنتي يعني داخل على رقم حلو برضو في الارقام بتاعتنا طبعا الابعاد والمقاسات دي طبعا بتختلف انا كل اللي بعمله بس انه بتطمن هنا ان المكتوب ده بالملي هنا السبعمائة اه سبعمائة ملي يعني داخل كده على السبعة متر ادي هنا عشرة متر مش اكتر يعني من كده فبالتالي ده ان الموضوع مشغل معايا وانواع الورق بقت مختلفة واقدر انا اختار الورقة انا عاوزها كده انا اختارت نوع الورق بتاعي واخترتها على حسب الطبعة اللي عندي وهتكون النظام مئياس الـ A4 بكمل بقى معاها انا هنا اخترتها بقيتها المساحة اللي قدامي طبعا هنا بيقول لي عايز الورقة بالطول ولا بالعرض فانا بختار الشكل اللي انا عايزه هنا طبعا انا ما اجا غير من بعيد بيقول لي ساعة الطبعة هتبقى كده طول واو عرض فبقول لي تمام ماشي انا بختارها بالشكل ده عرضية بقول له اوكي كده انا خلصت اول جزء عندي اللي انا عرفت نوع الورقة اللي يبقى شغال معايا ايه تمام كده هروح بعد كده هاخد خطوة تانية وليونتس واليونتس هنا برضو من الاوامر المهمة اللي عندي اللي بتساعدني في ضبط الملف بتاعي هنا طبعا عندي الطيب بتاع الابعاد والمقاسات طبعا محتاج ان هنا كل المقاسات مظبوطة او كل الابعاد او كل ده منشن بتاعتي بنفس الشكل احنا عايزينه لكن اتعالوا على اليونتس بتاعتك انت عايز تعمل ايه باليونتس انت هتشتغل ايه هتشتغل بالبوصة ولا الادم ولا الميل ولا الملي متر او الصنطي او المتر او كيلو متر انت هتشتغل بانهي من دول عندك ريارضة عندك ميل فانت اي وحدة مقاس من دول انت ناوي تشتغل بيها على البرنامج انت بتختارها وبعد كده بتضغط اوكي فانا طبعا هنا بالطبيعي يعني ممكن اشتغل بالملي او اشتغل بالصنطي دول اكتر حاجة انا بشتغل بيها هنا اخترتها بالملي يبقى هنا بتراعي لما تيجي ترسم اي خط فيه جزئية دي يكون مقاساته بالملي هنا طبعا بطلع على الجزئية تانية وهي تحديد احداثيات الخاصة باللوحة اللي هي بحدد المنطقة بتاعتي انا ادقلت سفر و سفر وهنا هكتب مقاس الورع اي فور متين تسعة وسبعين ملي في متين وعشرة ملي انا كده بحدد منطقة عمل بمقدار منطقة او بمقدار مساحة الورع اي فور هاجي هنا بطلع تاني على دروينج ليمتز وهاجي هنا هضغط ايه هضغط ان و انتر عايزة خلي ما تطلع عمل قدامي عارفين طبعا بنضغط زد و انتر و ايه و انتر كل الكلام ده انا بكتبه في شريط الاوامر و ده مهم جدا و انا بقوم بعملية الرسم بتاعتي هنا بقى طبعا نرجع بقى الحتة تانية وهي الجزء الخاص بعمل الخطوط انا هنا عايز اتكلم بقى عن الجزء الخاص في الضبط ان انا هزبط كمان الخطوط بتاعتي انا محتاج ان انا اعرف الخطوط بتاعتي بتتحسب ازاي او بتتجهز ازاي عشان خاطر ابدأ ارسم انا هنا طبعا كنت شغال على الجزء دي وهنبدأ نطلع على الخط عشان اشتغل بالخطوط محتاج يكون عندي معرفة بسمك الخط انا هنا اللي بختار اكتر من سمك موجودة عندي على البرنامج لان انا في بعض الاحيان و انت بترسم الرسم بتاعك بتبقى كل سمك من دول له دلالة على الرسم فبالتالي الجزء ده مسؤول عن ضبط سمك الخط يبقى هنا دي خصائص الخطوط طبعا الجزء هنا مفروض باقي هنا اللون وهنا النوع يبقى لون ونوع وسمك في الشريط بتاعي ده شريط خصائص الخطوط عبارة عن لون ونوع وسمك هنا انا بختار السمك بتاعي بكمل بختار النوع بتاعي طبعا زي ما قلنا كل خط ولو دلالة خط المتقطع اللو دلالة الخط العادي اللو دلالة هنا بختار اللون يبقى الشريط ده دايما فيه لون ونوع وسمك هنا طبعا لما اختار اي شكل واحاول ان انا ارسم برسم بالشكل والحجم اللي انا اختارته هنا طبعا لشانا انا مشغل امر درونج ليمتس فبالتالي انا مش قادر اضغط في الغير في المنطقة اللي فيها الاحداث بتاع الرسم بتاعي فانا مفضل بقرب لغاية لما اوصل لها طبعا كل مكان ده انا باضغط كليك شمال مفيش اي مكان ليه الرسم كده انا دخلت الاحداث بتاعي وبدأت افتح المربع بحاول اضغط برضو مش قابل هفضل معا لغاية لما ايه لما اقدر اضغط عليه هنا طبعا قاعد بطول او بأسر كل ده بجرب في منطقة العمل هو بيرفض تماما ان هو يخرجني او ان هو يبعدني عن منطقة العمل اللي مفروض ارسم فيها فبالتالي انا كده وصلت المنطقة الرسم بتاعتي او حدود الرسم كده بقت جهز للطبع طبعا الربع بتاعي داخل منطقة الرسم بتاعتي فبالتالي ده برضو حاجة كويسة ندير انه نحن نوصل لها نرجع تاني ليه الرسم بتاعتي هنا طبعا لو جيت ارسم دايرة وانا في منطقة الرسم بتاعتي هترسم الدايرة بس ساعة الطباعة هي ترسمت بره وجوه ومفروض ان ده مش يعني هنقول مش مقبول بس هنا هو اتعامل على ان انت حطط له المؤشر بتاعك داخل ايه داخل منطقة الرسم انت لما جيت ترسم الدايرة دي كان المؤشر بتاعك واقف في المكان ده فبالتالي منطقة الرسم قالت مسموح بوضع الماوس في المكان ده ابدأ ارسم يبين المبدأ في منطقة او في حدود الرسم ان الماوس او المؤشر بتاعك هو الاصل في الموضوع هو اللي وهو شغال يقول البرنامج ان مسموح لك في الرسم في المكان ده او غير مسموح فهنا شغال اتحركت جيت بالمؤشر الماوس في منطقة الرسم هضغط الكليك بتاعتي واقدر ان ارسم الرسمة في المكان المطلوب طبعا عشان نفهم الكلام ده بشكل افضل ان شاء الله هنستكمله في الحلقة الجاية وقتنا خلص معاكم بسرعة النهاردة شوفكم على كيف الحلقة الجاية والى اللقاء